امبارح او اول امبارح فجأة عارف 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 عارفين حضراتكم الكلام تلات اه حد طليع عليك ايه? وعلى بعض المواقع وعارفين المصدر طبعا. تجددت الاصابة لرمضان صبحي ولن يشارك خلال الفترة القادمة مع النادي الاهلي. ليه بقى كل ده? ليه لكم الكلام ده بل كده وانا اسف ان انا هقوله تاني. لان كل ما بتخش على فترة صعبة. عندك بيرامدز بطلاقة الجيش. اه بطلاقة الجيش مختلف الحقيقة مع عبد الحميد بسيوني. اه عندك بعد كده المصري عندك بعد كده زمالك مباراة السوبر وبعد كده عندك الزمالك في الدوري وبعد كده عندك سنداونز. ست مباريات من العيار الثقيل جدا 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 هذا. فلازم يطلع يقولك اصلى رمضان صبحي اه ايه سابته جددت. ولس هنشوف بقى الايام اللي جاية حيطلعو لنا بايه تاني. واه اصل جمت كهربا. دي قعدة ابص كده وقولي انا هاريسود. طب انت شكلك ايه هو في القايمة دلوقتي? يلعب او ما يلعبش بالمناسبة دي ما مش بتاعتي. ولا اقدر اتكلم فيها. لكن انت شكلك ايه اللي كاتب هذا الكلام? انا معرفش والله اقسم بالله انا معرف. انا على السوشيال ميديا من من زمالي ومن اصدقاء الاهلوية اللي بيبعتوا لي دايما اول باول. ما انا بقولكو دايما انا دايما بقولكو على ايه? ان انا عندي فريقين اعداد. فريق الاعداد الخاص بالقناة. والخاص بينا هنا في البرنامج وكلهم اسات زكبار ومحترفين. وعندي فريق اعداد خاص بالجمهور. تلاقي تاك تاك اول باول كله بتبعتلي. سواء على تويتر او على الفيسبوك او على الانستجرام. زي موضوع مجدي افشة. قال لك اه طلع مجدي افشة عشان بيلعب مطش خماسي. واصلوا قصص وحواديد واحكاية. جيت قلت لحضراتكم ايه? جيت قلت لكم يا جماعة. مجدي افشة هيبقى موجود المطش اللي جاي عادي. او يعني هو من ضمن الفرقة. وملعبش مطشات. وملعبش خماسيات. كان موجود وتصوروا بتاع مع اصحابه. عادي. من حقه. طيب. موضوع رمضان صبحي. نزل اه بالمناسبة قبل بس ما راح لرمضان صبحي. مجدي افشة. راح لعب نادي الهلال في السودان. المعركة الحربية اللي احنا كنا فيها. المعركة الحربية الرياضية اللي احنا كنا فيها. جاب جون لعب. وكان واحد من افضل اللاعبين وجاب جوه. وبعدين اتغير. انت فين يا اللي كتبت هذا الكلام? اختفيت. مش انا. اه خفافيش بالليل. خفافيش الزلام. فنرجع تاني رمضان صبحي. طيب. رمضان صبحي اتصاب يوم كم يا ولاد? رمضان صبحي اتصاب يوم سبعتاشر اتناشر. ما هو انا انا مش مصدق. قبل ماتش الاسماعيلي على طول يوم سبعتاشر اتناشر. يوم سبعتاشر اتناشر. طيب. لما رجعت كل التصريحات الخاصة برمضان صبحي. اللي خارجه من من الجهاز الطبي من الجهاز الفني من الجهاز الاداري من كابتن سيد من المركز الاعلامي للنادي من قناة النادي. لقيت ان هو رمضان من ست لتمن اسابيع. اي اي حد اه اه لعب كرة قدم او اي حد مهتم بشؤون كرة القدم هيعرف ان المزق في الخلفية لما بيكون في المنشأ مش عارف هوريا لحضراتكم لما بيكون في المنشأ يعني فوق خالص الرجلة هي مثلا وده منشأ الخلفية بتبقى مرتبط بعضمة بالعضمة الخلفية دي. فبتبقى اصعب من المزق العادي اللي هو في نص العضلة. احنا عافظين الكلام ده وعارفين. فهو جات لرمضان في منشأ العضلة الخلفية. فبتاخد اقصى اقصى من سبع لتمن اسابيع. ده مش كلامي ده كلام الدكاترة اللي كلمتوه من النهاردة الكبار. وكلام العلم الطبي وكلام. فرمضان اتصاب يوم سبعتاشر اتناشر. يبقى المفروض يرجع يوم كام? نحسبها مع بعض ولا حضراتكم سبعتاشر. من سبعتاشر اتناشر لسبعتاشر واحد ده ايه? شهر. ومن سبعتاشر واحد لسبعتاشر اتناشر شهرين. يبقى المفروض رمضان صبحي لو قعد التمن اسابيع. لو قعد التمن اسابيع هي بتبقى من ست لتمن اسابيع. يعني ممكن يقعد ست اسابيع. ممكن يقعد سبع اسابيع. ممكن يقعد تمن اسابيع. فالحد الاقصى اللي رمضان صبحي المفروض ينزل لو هي بتاخد الحد الاقصى سبعتاشر اتنين طيب ما هل معنى كده ان رمضان حينزل سبعتاشر اتنين لا في حاجة اسمها تدريبات بدنية خاصة بالعضلة الخلفية وخاصة تدريبات بدنية عامة فلو سبع اسابيع بقى يبقوا كام بدل سبعتاشر اتنين رجع منهم او طلع منهم سبع اتيام يبقوا كام يبقى عشرة اتنين لو ستة اسابيع يبقوا كام طلع منهم سبع اتيام يبقوا كام تلاتة اتنين عشان بس للناس اللي مش يعني مجرد انها بتقول اي كلام وخلاص رمضان صبح يوم سبعتاشر اتناشر من المفترض ان هو حينزل من يوم ينزل يلعب مباريات ينزل يلعب مباريات قبل كده في اعداد بدني طبعا من يوم عشرة اتناشر من عشرة اتنين لسبعتاشر اتنين او من من سبعة اتنين لسبعتاشر اتنين هو ده الوقت اللي متاح ان رمضان هيبقى متواجد فيه مع الفريق بشكل بقى يعني الحالة الطبية بتاعته جاهزة اللي هو امتى من المتوقع بما اننا عندنا مباريات مهمة ومباريات صعبة خلال الفترة اللي جاية اتعندك مباريات بكرة ان شاء الله اللي هو يوم ستة اتنين بعدها باربعة يام اللي هو هيبقى يوم يوم كام يا جماعة مباريات طلاقي الجيش يوم عشرة اتنين انا متخيل هي مش معلومة على فكرة انا انا متخيل ان رمضان صبحي هيبتدي ينتظم مع الفريق بشكل لجماعي بعد يوم عشرة اتنين اللي هو بعد مباراة الطلاقع لان العلم بيقول كده العلم بيقول كده الدكتور فلان وفلان وفلان مش هقول اسماء كلها اسماء دكاترة كبيرة جدا قالوا لي اسلام مش قبل يوم عشرة اتنين احنا بنمشي بالعلم النادي الاهلي بيمشي بالعلم هل ممكن ينزل قبل كده ممكن ينزل بكرة بعده هو برا مباراة بيرامدز و بالتالي الامور ماشي بشكل كويس فانا انا بوري بس لحضراتكم اهو رد مش بمش مجرد كلام بنقوله ولكن هو رد بالمنطق وبالعقل دايما زي ما تعودت مع حضراتكم رمضان الساب 17 اتناشر يبقى ازا من المفترض لو من سبع لتمن اسابيع ينزل من يوم عشرة اتنين لسبعتاشر اتنين اللي هو ما بعد مباراة طلاق على الجيش فالامور ماشي بشكل جيد مع رمضان صبحي رمضان صبحي زي الفل ولا الاصابة اللي جعت له ولا اي حاجة تاني هو بس عشان الاصابة في المنشأ العضلة دي حاجات طبية اكتر من اللازم يعني الاصابة في منشأ العضلة فبتاخد وقت ازيت شوي بدل ستة اسابيع لا هتاخد سبعة او سبعة وشوي فالوقت المتوقع للمرة المليون من عشرة لسبعتاشر يعني لو نزل يوم عشرة كويس لو نزل يوم سبعتاشر كويس هي هي فرمضان صبح هينزل امتى غالبا انا مش معلومة ليست معلومة ولكن بناء على كل الكلام اللي انا سمعته من دكاترة بره النادي الاهلي بالمناسبة اه من كل المجموعة كله قال من يوم عشرة ليوم سبعتاشر اسلام هو ده التوقيت المناسب لمنشأ في العضلة لاصابة تمزق في منشأ العضلة الخلفية فده بالنسبة للموضوع رمضان صبح انا قلته لحضراتك اهو وشرحته بالتفصيل الممل فلو سمحت لو اي حد من خفافيش الظلام او من اه من بعض ما اللي يشاكل النادي الاهلي جي وقال لك لرمضان رجعت له الاسابة تاني قل له الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده يعني يمكن 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 يفكر ويقتنع يمكن يفكر يمكن يفكر يمكن احتمال يفكر ويقتنع بالكلام اللي احنا بنقوله ده مش رمضان صبحي بس اي حالة تمزق اي حالة بيكون فيها تمزق في العضلة الخلفية منشأ العضلة الخلفية بتبقى الشكل بتاعها كده او الدراسة العلمية بتاعتها كده فمن فضل حضرتكم ما تصدقوش حد قال لك كهربا اه فيلر جمد كهربا معرفش هو جمده ليه اساسا لكن اوكي اه فيلر جمد كهربا طب ياسي دي هو كهربا لاحق يجي من يجي عشان يتجمد ده كهربا ما بقالوش شهر في النادي الاهل وموجود في قايمة يلعب او مايلعبش دي ما ما تخصنيش وماليش علاقة بيها ولكنه من ضمن القايمة المتواجدة غدا لمباراة نادي شكلك ايه ومنظرك ايه يا اللي قلتك كلمتين دول شكلك ايه ومنظرك ايه اللي قلت على رمضان صبحي اه رجعت له الاصابة مرة تانية يا اخي حرام عليك ده لعيب كبير وبينفع مصر ما تفكرش في النادي الاهلي انا عارف ان انت مش عمرك ما هتفكر في النادي الاهلي ولكن تفكر في بلدك مش للدرجات دي فحاجات سريعة جدا انا بقولها لحضراتكم علشان تبقوا يا جماعة يعني القاعد بيتفرج الاهلوية طبعا انا متأكد منهم لكن اللي من لا يشجع النادي الاهلي وقاعد بيتفرج تلاقي دلوقتي قاعد بيقولك اه صح طبا الكلام ده منطقي وعقلاني هو انا بيصدقوا ليه بس اتدقوا عشان انا ما بشجعش النادي الاهلي هو ده بس الحاجة الوعيدة اللي تخليني اقول اه الكلام ده فجماعة فكروا شوية بس وقروا ورجعوا التصريحات اللي بتتقال وشوفوا التصريحات اللي بتتقال وكذا وكذا فحتلاقوا الكلام اللي احنا بنقوله ده هو كلام المنطق والعقل محيزة